أعلنت وزارة الصحة في غزة شهاد فلسطيني وإصابة آخرين في إطلاق النار على مجمع ناصر الطبي في خان يونس وسط حصار مطبق عليه من قبل قوات الاحتلال وأكدت وزارة الصحة أن قوات الاحتلال تطلق النار بكثافة تجاه بوابات ومباني مجمع ناصر الطبي معربة عن خشيتها على حيات 300 كادر صحي و450 جريحا و10 ألاف نازح داخله وظهرت مشاهد لطواقم الإصعاف وهي تنتشر مصابا بعد استهداف الاحتلال للنازحين في ساحة مستشفى ناصر وطلبت وزارة الصحة في غزة المؤسسات الأممية بالدخول إلى مجمع ناصر في خان يونس لحمايته موضحة أن الطواقم الطبية لا تستطيع التحرك بين مباني المجمع الطبي بخان يونس وهذه الصور التي نشاهدها هي صور جرى تداولها قبل قليل عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاستهداف مباشر من القناصة الإسرائيليين ومن قوات الاحتلال الإسرائيلية التي تحيط بمجمع ناصر الطبي ومن هم داخل المجمع من كوادر طبية ومن مدنيين إذ يستمر قطع الإمدادات عن هذا المجمع حتى الماء والغذاء منذ وصول قوات الاحتلال إلى المناطق المحاذية والقريبة من مجمع ناصر الطبي وهو أكبر المجمعات الصحية والطبية في جنوب قطاع غزة ويقدم حصرا طبعا الخدمات الصحية لمواطني خان يونس في ظل هذه الظروف القاسية التي يعيشها المواطنون